بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في البداية أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بالتوفيق والنجاح لفعليات المؤتمر كما يشرفني أن ألتقي بحضراتكم اليوم في افتتاح إسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين العامي 2018 و2019 فبرغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض بعض الدول إجراءات حظر السفر للمشاركين من خارج مصر إلا أنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد إسبوع القاهرة للمياه لما له من أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية وتشجيع الأفكار الجديدة التي تعزز من إدارة المياه لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة ولقد استطاعت الدولة المصرية كقصابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع حيث ارتأت الدولة تنظيم فعاليات الإسبوع بشكل جديد يحقق المشاركة عن بعد للخبراء الدوليين والحضور الفعلي للفنيين الموجودين داخل البلاد ويعقد الإسبوع تحت شعار الأمن المائي من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة وتتضمن الجلسات طرح مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التي تعاني من نظرة المياه والجدير بالذكر أن الإسبوع يعد تمهيدا للمنتدى العالمي للمياه بالعاصمة السنغالية داكار 2021 الذي تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما منذ نعقاد المنتدى العالمي للمياه في المغرب عام 1997 مما سيعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول ومقترحات لتحقيق الأمن المائي والذي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية ويسهم بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وتيرة التنمية ويأتي إسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة ليسهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي لقد وضعت الدولة رؤية مصر 2030 بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال مضاعفة الرقع العمرانية لاستعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة ويشمل ذلك معالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى سواء مشروعات المدن الجديدة والاستصلاح الزراعي ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات إن محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها حيث بلغ إجمال ما أنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية مقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة فالمدن مغطاب بنسبة 100% وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها أما قطاع الصرف الصحي فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر كما تبنت الدولة برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاء لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030 والقد جاء اختيار محطة معالجة مياه المصر في المحسمة بالإسماعيلية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 تتويجا لجهود الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تعاني منه البلاد السيدات والسادة الحضور إن المناطق التي تعاني من نظرة المياه تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدين حيث يعتبر التحدي الأعظم للدول هو الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي كما أن الإخفاق في معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلم والأمن الدولي إن التعاون هو الطريق الأكثر أماناً وسلماً على جميع المستويات فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد منصة للتعاون وتبادل الآراء والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة فالعالم اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق تحديات باتت تهدد دول العالم الأكثر جفافاً وأصبحت تثق الكاهل الحكومات خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية فعندما نتحدث عن المياه فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضرية وكافة الأنشطة الاقتصادية فمن الضروري أن تستخدم الحكومات على كل المستويات كافة الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمن المائي مثل التخطيط المكاني والتخطيط الحضري والتقييم البيئي الاستراتيجي والتخطيط للتكيف مع التغيرات المناخية آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية وكذلك الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة وتحرص مصر دائما على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الإقليمي والدولي في كافة المناحي مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والمنطقة العربية فقد حرصت مصر خلال فطرة رئاستها للاتحاد الأفريقي وبالمشاركة مع الأشقاء على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قرية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود وهنا يجب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة بما يعود بالنفع على الجميع وفي الوقت نفسه لا يسبب أضرارا لأي من هذه الدول وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة وهنا أود التأكيد بشدة على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة مع عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على استقرار بالمنطقة ومصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم وقد أكد السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية وإن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفي مصر بصفة خاصة فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود ومن هنا أدعو السادة الخبراء والفنيين بالخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتما إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي فنحن نرى الآن الكثير من دول المنابع تحاول أن تبسط هيمنتها على الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمنا العربي ليس فقط لإنتاج الطاقة القهرومائية وإحياء المشروعات الزراعية بل للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المتشاطئة وهكذا يتم تشكيل الجغرافيا السياسية لأحواض الأنهار من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع غير عابئة بدول المصب السيدات والسادة الحضور إن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية وهي أهم حق في حقوق الإنسان فدعونا نعم الجاهدين لنستكمل مسيرة التنمية ونواجه معا كافة التحديات والصعوبات لتجنب الصراعات فقد وهبنا الله نعمة المياه لنحافظ عليها وأن تكون سببا لرخاء الأمم وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة وختاما أتوجه لسيادتكم جميعا بالشكر على مشاركتكم في إسبوع القاهرة للمياه 2020 وأتمنى أن تثمر المشاركة الفعالة بين المشاركين في الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر في تحقيق الأمن المائي والسلام الإقليمي والتنمية المستدامة ولا يسعوني في نهاية كلمتي إلا أن أتقدم لحضراتكم جميعا بالشكر داعينا الله عز وجل أن يكلّل جهودكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته